اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاخبار الرئيسية من السيديو الاخبار بقناة عدن الفضائية والبداية بابرز عنوينها رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الارلندي باليوم الوطني لبلاده الجيش الوطني يحرر مناطق جديدة غرب باقم بصعدة ومصر عدد من القيادات الحوثية طيران التحالف يستهدف مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي في عدة محافظات اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام والى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره الارلندي مايكل دي هيرنز هنعوا فيها بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن اصدق التهاني بهذه المناسبة الوطنية متمنيا لفخامة موفر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية ايرلندا صديق التقدم والازدهار ناقش نايب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري في العاصمة الموقع تعدا مع رئيس مجلس ادارة شركة كاميران للصناع والاستثمار عبدالحافظ السيمة اوضاع الشركة واراداتها الجمركية والضريبية ومخصصات الصناديق والصعوبات التي تواجهها في ضل الاوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء الحرب التي اشعل فتيلها المتمردون الحوثيون وتدميرهم للاقتصاد الوطني ونهب الشركات والمصانع ومحاربة الاستثمار والمستثمرين واكد نائب رئيس مجلس الوزراء دعم تشجيع الحكومة للشركات الوطنية للاستثمار في عملها والاستمرار ايضا وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضها خاصة في المناطق المحررة انطلاقا من الحرص الذي توليه القيادة السياسية مثلا بفخامة رئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية بالقطاع الخاص والشركات والمصانع الوطنية واشدد الوزير الميسري خلال اللقاء الذي حضره وزير العد المحامي علي هيثم الغريب ونائب وزير المالية سالم بن بريك ونائب وزير الصناعة سالم سلمان ووكيل مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي ووكيل مصلحة الضرائب محمد سالم قراون على ضرورة مكافحة عملية التهريب لما يمثله من اشكالية وآفة على الاقتصاد الوطني وحرمن الدولة من العائدة الضريبية والرسوم الاخرى مؤكدا في الوقت ذاته على همية تفعيل دور وعمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب هذا وجه الميسري وزارة المالية ومصرحة الجمارك والضرائب بترتيب العلاقة مع ادارة شركة كاميران وضمان توريد الارادات الخاصة بالدولة ومساعدة الشركة على الاستمرار والديمومة في عملها باعتبارها احدى الشركات الوطنية الرافدة للاقتصاد الوطني شدد نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي على ضررة نقل كافة مكاتب الامم المتحدة الى العاصمة المؤقتة عدن وعدم الرضوخ رضغوطات ميليشيا الحوثي الانقلابية والسكوت عن مضايقتهم المستمرة لمكاتب الامم المتحدة في المناطق التي يسيطرون عليها واكد نائب وزير الخارجية خلال لقاه رئيس قسم الشون السياسية بمكتب المبعوث الخاص الامين العام للامم المتحدة لليمن مروان علي على دعم الحكومة لجهود المبعوث الاممي لا سيما فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة مشهددا على ضرورة اطلاع الامم المتحدة بدورها وفقا للقرارات الدولية وكشف الطرف المعرق لتنفيذ اتفاق السويد ونقش الحضرمي مع رئيس قسم الشون السياسية بمكتب المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لليمن اجراءات تسهيل عمل مكتب المبعوث الخاص في العاصمة المؤقتة عدن وتطورات عملية السلام بما فيها تنفيذ اتفاق ستوكهولم من جنب اكد رئيس قسم الشون السياسية في مكتب المبعوث الاممي حرص مكتب المبعوث على التواجد في العاصمة المؤقتة عدن وانجاح عملية السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم بما في ذلك اتفاق الحديدة حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية السفير جماع عوض ناصر اعقدت لجنة رئاسية برئاسة رئيس هيئة الاركان العام الفريق الركن بحري عبدالله الناخعي اجتماعا مع قيادة السلطة المحلية في محافظة المهرة ممثلة بالمحافظ راجح باكريت وكانت اللجنة الرئاسية التي تضم في عضوياتها كل من وكيل وزارة الداخلية ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية او كيلي جهازي الامن والقومي والسياسي وصلت الى محافظة المهرة للاطلاع على الاوضاع الاقتصادية والعسكرية والامنية في المحافظة وفي الاجتماع نقل رئيس اللجنة تحيات فخمة الرئيس المشير عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لابناء محافظة المهرة وتوجيهاته من واصلة العمل بهم وعزم بذل اقصى الجهود نحو تحقيق البناء والتنمية وفرض هيبة الدولة والنظام والقانون والحفاظ على امن واستقرار المهرة والنائي بها عن المشاكل الامنية من جانبه رحب محافظ المهرة باللجنة الرئاسية في المهرة واستعرض ما تعيشه المهرة من اوضاع تتسم بالهدوء والاستقرار والجهود التي تبدلها السلطة المحلية في سبيل استثباب الامن والاستقرار ومؤصلة مسيرة البناء والتنمية وتوفير الخدمات للمواطنين باسناد من الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ميدانيا استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية بقضائف الهاون ومدفعية احد المساجد بمديرية الدريهيمي بمحافظة الحديدة والحقت اضرار جسيمة بالمسجد في محاولة منها لارهاب الناس ومنعهم من اداء الصلاة وتشريد سكان المنطقة من منازلهم في سياسة تدميرية ممنهجة تسعى لتغيير ديمغرافية المنطقة واكد سكان محليون من ابناء المنطقة قيام الميليشيات بقصف المسجد بقضائف الهاون والهاوزر والتي اخترقت سقف المسجد والحقت به اضرارا كبيرة حررت قوات الجيش الوطني مسنودا بمروحيات قوات التحالف مناطق جديدة في اخر معاقل الميليشيات الحوثية الانقلابية غرب باقم بالقرب من مديرية مجز بمحافظة الصعدة بعد معارك مع الميليشيات الحوثية وقال الناطق الاعلامي لمديرية ازال المقدم فائز الصعدي ان قوات الجيش الوطني في محور ازال خضت معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية الانقلابية تمكنت خلالها من تحرير قرى الجلح والسلفة والدحل ووادي المبطح ووادي العسلان جهلة وضف الصعدي ان العمليات العسكرية اسفرت عن مقتل عشرين عنصرا حوثيا بينهم قيادات حوثية كبيرة ابرزهم المدعو اصيل الخولاني الذي يعد مشرف مربع مديرية باقم ومجز والقيادية المدعو ابو رضوان المؤيد ودعا اركان حرب محور ازال العميد وليد طامش القبائل الى الحفاظ على ارواح ابنيها وعدم الزج بهم في محارق الانقلاب المدعوم ايرانيا وعدم الانجراف خلف مشاريع الموت والدمار واكد طامش ان العمليات العسكرية مستمرة والتحرير محافظة صعدة من ميليشيات الكهنوت وتحرير كافة الاراضي اليمنية شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات اطالت مواقع وتجمعات لميليشية الحوثي الاقلابية في عدد من مناطق سيطراتهم بخمس محافظات واستدفت مقاتلات التحالف مواقع للميليشيات في منطقة المدفون بمديرية نهم شرق صنعاء في حين قصفت تجمعات مواقع متفرقة للحوثيين في مديرية مستبة ومنطقة العبيس التابعة لمديرية كشر بمحافظة حجة وفي الصعدة كثفت تحالف غاراته على مواقع تعزيزات للميليشيات في مديرية سحار وقصف عدة غارات مواقع الميليشيات في مديرية الوازعية غرب التعز ولقي عدد من عناصر ميليشي الحوثي بسرواح بمارب مصرعهم أصيب آخرون إثر قصف جوي لمقاتلات التحالف في مديرية سرواح وقال مصدر عسكري إن القصف الجوي استدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى مركز المديرية مشيرا إلى اشتباكات متقطعة شهدتها جفهة سرواح بعد أن حاولت عناصر من الميليشيات تسلل إلى مواقع تمركز الجيش الوطني لقي 25 عنصر من ميليشيات الحوثي مصرعهم وجرح العشرات في عملية تطهير نفذتها قوات ألوية العمالقة وقوات اللواء عشرين بإسناد من قوات التحالف العربي في وادي المقصب وعدد من الجبال المحيطة به في منطقة البرح غرب التعز وأكدت المصادر العسكرية مقتل 25 من ميليشيات الحوثي بينهم ثلاثة من قيادات الميليشيات في عملية تطهير شاملة وادي المقصب وجبل المذهبة واتباب الحمر وديمة اليقظة وأضافت المصادر العسكرية نجثة عشرات القتلى متزال مرمية في وادي المقصب بعد أن تركتها عناصر الميليشيات وولتها ربتا التقى وزير النفط والمعادن أوس العود بقيادة شركة النفط اليمنية فرعدا وفي اللقاء الذي عقد بمقر وزارة النفط والمعادن نقش الوزير أوس العود بقيادة شركة النفط بعد أن ممثلة بموديلها العام انتصار عبدالله العراشة جوانب عمل الشركة وبحث الجانبان وبحث الجانبان العوائق والمشكلات التي تواجه عمل شركة النفط وما تواجهه من صعوبات في سوق العمل وأشدد وزير النفط والمعادن أوس العود على بدل المزيد من الجهود للنهوض بعمل شركة النفط بعدا مؤكدا وقوف الوزارة إلى جانب قيادة الشركة في مختلف الأمور من جانبها أكدت انتصار العراشة أن شركة النفط بعدا عملت خلال الفترة الماضية على تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية لتساهم باستقرارها وأشارت إلى أنه رغم الصعوبات التي تواجه عمل الشركة إلا أنها نجحت في تجاوز الكثير من تلك الصعوبات لتنهض مجددا من تحت الركام بعد أن انهكتها الحرب حيث تضررت العديد من أصول الشركة جرى تلك الحرب حضر الاجتماع غالب معيلي نائب مدير الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية والمهندسان جمال سلوم وفضل منصور نائبي مدير شركة النفط بعدا بحثت وزيرة الشون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال في عدن مع ممثلة منظمة الصحة العالمية بعد النهى محمود سبل التعاون بين الجانبين بالمجالات المختلفة وأكدت الوزيرة الكمالة على ضرورة تواصل التعاون المشترك بين الجانبين والاهتمام بفئات المعاقين التي وصل عددها في فترة ما قبل الحرب إلى مليون ومئتي ألف معاق تقريبا لفتت إلى تزايد العدد بشكل كبير نتيجة الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية وقالت إن فئة المعاقين بحاجة لعلاج مستمر وعربت عن أمل وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم منظمة الصحة العالمية الدعم للجمهورية اليمنية بهذا المجال مؤكدة سعي الوزارة لعادة تفعيل الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية بديوان عام الوزارة وفتح بعض الفروع للإدارة في المحافظات التي توجد فيها كثافة عمالية من جانبها أشادت ممثلة المنظمة في عدن بالتعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة والمنظمة لما من شأنه العودة بالفائدة على الفئات المستهدفة وأشارت إلى ضررة وجود إحصائيات تحدد أعداد المحتاجين للخدمات الطبية لتقديم الخدمات والمساعدة لهم وأكدت أن المنظمة ستسعى جاهدة لدعم اليمن وفقا للأولويات والاحتياجات التي تشمل الاهتمام بشريحة المعاقين وشريحة كبار السن ومجال الصحة والسلامة المهنية برعاية فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية عقد في العاصمة المواقة عدن المؤتمر الهندسي الثالث بمناسبة الذكرى الأربعون لتأسيس كلية الهندسة تحت شعار مسيرة تعليمية متميزة ومستقبل واعد بحضور بدر معاون الأمين العام للمجلس المحلي بعدن ويمشارك 300 مشارك من أساتذة جامعة عدن مزيدا من التفاصيل في هذا التقرير برعاية فخامة الأخ المشير عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية وقد اليوم في العاصمة المواقة عدن المؤتمر الهندسي الثالث بمناسبة الذكرى الأربعون لتأسيس كلية الهندسة تحت شعار مسيرة تعليمية متميزة ومستقبل واعد وفي المؤتمر نقل الدكتور حسين بسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحيات القيادة السياسية مبتلة بفخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد للمشاركين في هذا المؤتمر الهندسي السعوب من أجل البحث العلمي واكتهدوا في البحث العلمي فأنه هو المخرج لكثير من المشكلات التنمية في برغرام ونحن هنا في وزارة تعليم العالي نكرر هذا النداء ونكرر هذه الترصية من فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي من جانبي أكد الدكتور خضر ناصر لصور جامعة عدن على النهات الصرح الأكاديمي الذي شارك فيه طلاب كلية الهندسة في هذا المؤتمر الثالث كما أعلم حضاري متميز حق لنا في جامعة العدن أن تنتخر هذه الجامعة بأنها تفتح قلبها وذراعها لكل أبناء وفضل من أساتذة من باحثين من طلاب أيضا الدكتور صالح محمد مبارك عميد كلية الهندسة من جانبه أكد أن كلية الهندسة تخطو خطوات ثابتة فهي أول كلية تبنت خصوصات نادرة في الهندسة يسرني بهذه المناسبة أن يكون المؤتمر الهندسي الثالث شارة بذء لهذه الاحتفالات وكمعلم حضاري للتميز الأكاديمي وقد عرض في المؤتمر فيلم وثائقي يستعرض فيه مراحل وإنجازات كلية الهندسة فهي أقدم الجامعات اليمنية بل ذلك أطلف الدكتور حسن بسلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعه الدكتور خضان ناصر لسور الجامعة عدن والدكتور عبدالله لملس وزير التربية والتعليم والدكتور محمد عقيد العطاس ناب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب أقسام المعرض العلمي الذي قدم فيه الطلاب العظم بالابتكارات والاختراعات الهندسية ومنتوقات الشركات الخاصة التي تتعلقوا بأدوات البناء والجهيزة الإلكترونية الحديثة المواكبة لتطورات العاصر وقد نال إعجاب الزوار في هذا المعرض من صارب جليل قناة عدن فضائية من العاصر موقع عدن من عدن إلى أبيان حيث قام محافظة المحافظة وضع اللواء الركن أبو بكر حسين سالم بزيارة ميدانية لمخيم نازحية الحديدة بمنطقة حلماب مديرية خنفر وأشرف المحافظ على توزيع 88 حالة من المواد الغذائية والإيوائية بدعم من برنامج الاستجابة الطارئ التابع منظمة العمل لمكافحة الجوع وأشار محافظ أبيان خلال لقائه النازحين أن قيادة محافظة أبيان قدمت وستقدم كل العون والرعاية للنازحية الحديدة وكان نزحهم جراء ما تقوم به عصابة التمرد الحدي من تدمير وقصف لمنازلهم ويتي هذا الدعم استجابة لنداء السلطة المحلية بضرورة إغاثة النازحين القادمين من محافظة الحديدة حيث تم الاستجابة لهم بتوفير الخيام الإيوائية وعدد من المواد الإيوائية وتقديم مساعدات مالية قام محافظ أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم بزيارة مفاجئة لمدرسة سمية أم عمار بمدينة المخزن في مدرية خنفر في إطال تفقده للمنشآت التربوية والتعليمية عن قرب وطاف المحافظ بمختلف الفصول الدراسية واستمع من التلاميذ عن سير الدراسة والصعوبات التي يواجهونها في المنهج الدراسي كما التقى بالإدارة التعليمية مستمعا إلى سير العملية التعليمية مشددا على إعطاء كل الرعاية والاهتمام بالتعليم وإحياء المنافسات الرياضية والفكرية التي تسقل مواهب الطلاب وألقى المحافظ كلمة توجهية للتلاميذ ركز فيها على مذاكرة الدروس واحترام المدرس المنافسة على المراكز المتقدمة رافقه وكيلا المحافظة محمد الجحمة وعدد من القيادات التنفيذية عقد بمدينة زنجبار في محافظة أبيان اجتماعا موسع لأندية وقيادات أبيان الرياضية برئاسة محافظ محافظة أبيان اللواء روكون أبو بكر حسين سالم وذلك لتنظيم كأس بلقيس لأندية محافظة أبيان وفي اللقارة حباب وفد شركة بلقيس الطيران المنظمة للكأس مشيرا إلى ما تشهد المحافظة من حراك رياضي متميز وهذا في نظرنا محل فخر واعتزاز بعدما شهدته المحافظة من تدمير شامل وممنهج لكل أشكال الحياة الإنسانية وفي المقدمة الشباب وأكد المحافظ في حديثه للرياضيين عندي كل ثقة أن الرؤساء الأندية قدموا وسيقدمنا نشاط رياضي مميز وحاليا نحن نسعى بإقامة منشآت وصالات رياضية في إطار الخطط والبرامج المعدة في هذا الخصوص ويأتي في المقدمة تأهيل الملاعب منها ملعب حسان في مدينة زنجبار بأبيان رعى محافظ حضر موت اللواء الركن فرج السالمين البحسني بمدينة المكلة توقيع اتفاقية إنشاء محفظة مالية بقيمة 20 مليون ريال مقدمة من الصندوق الدوار لدعم المشاريع الصغيرة لصندوق دعم الشباب ومجب الاتفاقية التي وقعها محافظة حضر موت رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب ورئيس اللجنة العلية بالصندوق الدوار محمد سالم الصبان يمنح الصندوق الدوار محفظة مالية بقيمة 20 مليون ريال لدعم المشاريع الصغيرة لصندوق دعم الشباب التي تبدأ من 50 ألف ريال إلى مليون ريال في مدرية ساحل حضر موت على أن تعطى الأولوية للمجموعات النسائية في مشاريع تعليم الخياطة والتطريز والمعجنات والتجميل ودعم المشاريع الصغيرة للشباب حضر توقيع الاتفاقية مدير عام صندوق دعم الشباب سولاف عبود الحنشي ممثلون عن مؤسسات العون ونهد ورواب الخير افتتح محافظ محافظة حضر موت اللواء الروكن فرج سالمين البحسن بمدينة المكلة الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية لبناء قدرات أعضاء اللجنة الاستشارية بالمحافظة وتناقش الدورة التي تستمر أربعة أيام بمشاركة أعضاء اللجنة ومديري عموم عدد من المرافق الحكومية وغير الحكومية ثلاثة محاور تشمل فنون القيادة الحديثة وإدارة الحياة وإدارة التغيير وأشهد المحافظة البحسن بنشاط أعضاء اللجنة الاستشارية مشيرا إلى أنها تعد من أفضل اللجان العاملة في الميدان وأكد على همية الدورة ومحاورها وضرورة الاستفادة المثلة من مفاهيمها وتطبيقها على الواقع العملي في تطوير العمل الإداري ورفضه بالأنظمة والبرامج والوسائل حديثة واشدد على ضرورة التركيز على إدارة الخدمات لتقديم خدمات أمثل وأفضل للمواطنين دشن محافظ محافظة أرخبيل سقطر رمزي محروس ومعه مدير عام مديرية حديبو أمجد ثاني توزيع السلال الغذائية لمشروع الأمن الغذائي بمديرية حديبو بتمويل من برنامج الأغذية العالمي وتنفيذ منظمة العون الإنساني والتنمية هاد وعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجهود برنامج الأغذية العالمي وتدخلاتها في توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة وذوية دخل المحدود والتي تهدف إلى توفير الأمن الغذائي لهم مشيدا بالترتيبات التي تمت والتجهيزات التي قامت بها منظمة العون الإنساني من تحديد نقاط للتوزيع وتسليم السلال الغذائية إلى مستحقيها بطريقة سلسة ومرتبة من جانبها أوضح مسؤول الأمن الغذائي بمنظمة العون الإنساني والتنمية بين المشروع سيستهدف 1600 أسر من ذوية دخل المحدود والاحتياجات الخاصة مقسمة على مديرية حديبو قلنسية وعبد الكوري التقى محافظ محافظة أرخبيل سقطرة رمزي محروس بالمدير الإداري لكهرباء ساحل حضرموت محمد أحمد هرهرة ومدير مكتب مدير عام كهرباء ساحل حضرموت نائف القرزي وتطرق اللقاء إلى آلية التنظيم والتحصيل وإيرادات الكهرباء من خلال تدريب وتأهيل كوادر فرع سقطرة على كيفية تنظيم الواردات إلى المؤسسة وكيفية تصدير الفواتير في المحافظة بواسطة آلة إصدار فواتير الكهرباء المقدمة من قبل المؤسسة فرع ساحل حضرموت كما تم مناقشة خطة إنشاء وحدة لإدراج بيانات المستهلكين إلكترونيا بدلا من الإدخال اليدوي هذا وأشار بن محروس أن شبكة الكهرباء في سقطرة تضررت بشكل كبير بسبب الأعصير التي شهدتها الجزيرة مؤخرا حيث أنه ما يزال العمل جاري على توسعة الكهرباء وإصلاحها بالمحافظة يتي هذا كجانب من التعاون المشترك بين مؤسسة كهرباء حضرموت وكهرباء سقطرة لتنظيم العمل ونقل التجارب والخبرات بين المؤسستين افتتح الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة لحج عوض الصلاحي بمدينة لبعوس بمدرية يافع عددا من المشاريع التنموية الحيوية الخاصة بقطاعات التربية والتعليم والتدريب الفني التفاصيل في هذا التقرير الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة لحج عوض بن عوض الصلاحي اليوم بمدينة لبعوس بمدرية يافع عددا من المشاريع التنموية الحيوية الخاصة بقطاعات التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني والطرق ففي منطقة العياسة بمدرية يافع افتتح الصلاحي المعرض العلمي السنوي ثالث لطلاب مجمع العياسة التربوي التعليمي للبنين والمعرض العلمي لطالبات مدرسة السيدة عائشة لتعليم الأساسي للبنات بمنطقة سهيلة المنعقدان تحت شعار هدفنا دعم التعليم وتطويره للوصول إلى القودة وأشهد الصلاحي بإداعات طلاب النوعية ومماهبهم الباهرة التي برزت من خلال تجارب العلمية العملية لافتا إلى ذكائهم الفطري الذي برعوا فيه بالحفاظ على موروث منطقتهم الشعبية الثقافية الاجتماعية الفريد وحرص الطلبة كافة أيضا على إظهاره لزوار المعرضين العلميين في السادس عشر من مارس يتم افتتاح المعرض العلمي الثالث في مجمع العياسة الشهيلة بنين والمعرض الأول لمرسة السيدة عائشة وهذه لفتة هيقابية من السلطة المحلية ومن قائل المحافظة يشاركون الطلاب ويدعمونهم وكرمت مؤسسة العياسة التنموية الصلاحي بدرع المؤسسة فيما مدرسة السيدة عائشة كرمت المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة لحق الدكتور محمد سعيد الزعوري بدرع المدرسة والتقى نائب محافظة محافظة لحق الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة عوض بن عوض صلاحي شيوخ مدرية يافع والشخصياتها الاجتماعية وتربويها بحضور المدير العام المدرية العميد الركن طيار عبد الفتاح محمد الصلاحي ونقل إليهم تحية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه وتحية محافظة لحق رئيس المجلس المحلي قائد اللواء 17 موشا اللواء الركن أحمد عبد الله تركي وثمن الصلاحي عاليا لدوار الوطنية العظيمة التي يسطرها أبناء مدرية يافع في مختلف مراحل المعطفات السياسية وأكد أن عقلة التنمية مستمرة بالمدرية وفي هذا الإطار سيتم قريبا حسب توجيهات محافظة المحافظة ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني متمثلة بوزيرها الدكتور عبد الرزاق يحيى الأشول ونائبه الأستاذ عبد الرب وغانم المحولي البدء بإنشاء مشروع المعهد المهني بمنطقة العياسة بمدرية يافع كما ستعمل الوزارة كذلك على تجهيز المعهد التقني بمدرية المفلح بلا وازم الأثاث الضرورية لتدشين الدراسة فيه وفي منطقة صانب بمدرية يافع بمحافظة لحق تفقد الصلاحي سير الدراسة في المشروع التربوي الحديث المتمثل في مدرسة أروى للتعليمين الأساسي والثانوي للبنات واستمع إلى شرح موجز عن مكونات المشروع من رئيس مجلس الآباب المدرسة فضل ثابت الصانبي الذي أوضح أن مبنى المدرسة مشكل من ثلاثة طوابق في كل طابق ستة فصول دراسية وقرى تخصيص فصلين دراسيين منه للتعليم التمهدي روضة وشعبة لمحو الأمي وتعليم الكبار وسكل المعلمات التي يبلغن عددهن أحد عشر معلمة وصلت تكلفة المشروع الإجمالية إلى خمسة وثلاثين مليون ريال يمني على نفقة الأهالي بالمنطقة وعبر الصلاحي عن فخره بالتكاتف الاجتماعي المتميز الذي لا نظير له وهو الرديف الأساسي المساند للجانب التنموي الحكومي الذي يعاني حاليا أوضاعا صعبة من قراء الحرب الراهنة وفي منطقة اليزيد بمدرية يافع بمحافظة لحك دشن الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة عوض بن عوض الصلاحي مشروع طريق قبل اليزيد الذي يربط محافظة لحك بمحافظة أبيان ويربط المشروع ذاته مناطق عدة أيضا من المديرية نفسها تتمثل في مناطق شعب البارع وشعب العرب الصعيد والسعدي قاطبة ويبلغ طول الطريق 13 كيلو مترا بتكلفة نجمالية وصلت إلى 9 ملايين ريال سعودي بدعم من المقتربين أبناء مديرية يافع ومواطنيها وأقيم بالمناسب مهرجان جمهري فني شعري بهيق نقل خلاله الصلاحي تحايا فخامة الرئيس عبدالرب منصرهادي رئيس الجمهورية ومحافظ محافظة لاحق مباركتهما للمواطنين في إنجاز هذا المشروع الشرياني المهم كم هي سعادة لنا اليوم أن نشارككم هذه الفرحة العظيمة فرحة مناسبة تدشين زفلتات المشروع الأول من طريق جبل يزيدي جبل لمطور رباط السنيري وأسمحوني بذيئة أن أقول إليكم تحيات أخي وزميلي ورفيق المناظر أحمد عبدالله التركي محافظة المحافظة قائد اللواء السابع عشر نحن اليوم أتينا لنشاركم في هذه الفرحة وعلى الرغم أننا نعلم بطبيعة الحال بالنسبة للمشاريع هذه كيف شقت وعلى حساب من فلا يسعني في هذه اللحظات إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان لكل من ساهم وكل من قدم وكل من دعم وفيما قدمتهم مجموعة العمل والأنجاز وبقية الأطراف الأخرى الذي كان لهم شرف الأسهام في شق الطرقات فاليوم أنا أشاركم هذه الفرحة وأأكد لكم أننا سنكون إلى جانبكم وحي الصلاحي روح الإخاء الذي يتمتع به الإنسان اليافعي الوفي على مر التاريخ وتعاقب العصور هذه تحية لكم من يافع الحب والجمال من عيدروز زكي أياد البيسة وهذه تحياتي منصور سيف سعيد اطلع وكل أول محافظة عدن محمد نصر شاذري على تقرير الحالة الصحية المقدمة من مكتب الصحة العامة في موديلية المنصورة المقدم من لجنة التقصي الوبائي للبلاغ حول وجود وفايات بحمى الضناك في منطقة حاشد وسير أعمال نظافة في المديرية خلال لقائه بقيادة المجلس المحلي وصندوق النظافة إلى التفاصيل عقد اليوم بالمجلس المحلي بمديرية المنصورة محافظة عدن اجتماعا مكرسا لاستعماء لتقرير فريق التقصي الوبائي المقدم من مدير مكتب الصحة بالمديرية حضره وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذري ومدير عام مديرية المنصورة محمد عمر البري ومدير مكتب الصحة بالمديرية دكتور عبدالرب المفلحي ومدراء مكاتب النظافة والإعلام بالمديرية وفي الاجتماع ناقش الحاضرون الحالة الصحية في المديرية واتطلعوا على تقرير مكتب الصحة بشأن انتشار وباء حم الظنك ولذي أظهر بأن الحالة مطمئنة وأقروا النزول الميدانيا لتفقد أحوال النظافة في المديرية وما يقدمه صندوق النظافة وتحسين المدينة في المحافظة المديرية المنصورة بحضور نائب المديرة التنفيذي لصندوق النظافة نبيل غانم واتطلع وكيل أول محافظة محمد نصر الشاذري على أحوال النظافة وكيفية توزيع حاويات القمامة في الشوارع الفرعية والرئيسية نقوم اليوم بزيارة ميدانية تفقدية لمديرية المنصورة برفقة مدير عام المديرية ونائب المدير التنفيذي لصندوق النظافة وأيضا مجموعة من المختصين في إطار المديرية لتفقد أحوال النظافة وأيضا لنرى بأم عيننا بأن ما يحدث وما يثار من قدل حول موضوع انتشار أم الضنك حتى الآن هي ليست في ظاهرة إطلاقا هناك تقرير استلمناه من الأخ مدير عام المديرية يوضح ذلك هناك حالة وفاة واحدة وهي لا تعني بأن ذلك ظاهرة ولكن هذا يقع لنا أيضا بأن نهتم في هذا الموضوع وأن نقوم بواقبنا حتى لا ينتشر هذا الأمر لمست قهود حثيثة من قبل مدير عام المديرية ومن قبل أيضا صندوق النظافة في السعي الدعوب ناعه انتشار أوضاع النظافة في هذه المديرية من جانبه أكد مدير مديرية المنصورة محمد عمر البري على اهتمام المديرية على ضرورة توفير الحاويات الخاصة بقمامة وكذا آليات الخاصة بجمع القمامة اليوم قمنا بزيارة ميدانية برفقة الأخ الوكيل الأول قائم بأعمال المحافظ إلى المديرية ونزلنا إلى عدد من الشوارع بدأنا في شارع جميلة ثم شارع السجن وبعض الشوارع الفرعية لتفاقد عمال النظافة رقم الإمكانية الشحيحة لدى الصندوق إلا أن الكل يبذل جهودا كبيرة وفي نفس الوقت أيضا الجانب الصرف الصحي العمل المستمر وشفط المياه أولا بأول رقم يعني عدم وجود السيارات الكافية ولا الإمكانية الكاملة ونحن عندما استلمنا بلاغ بأن هناك في حمى ظنك منتشرة بلغنا للمحافظة وأنزلنا الفرق الميدانية من الصحة ومن الطب الوقائي والصرف الصحي والنظافة وصحة البيئة وقمنا بأعمال الرش الضبابي ابتداء من تاريف عشرة في حاجد وفي كل المناطق هذا وقد أكد نائب المديرة التنفيذية صندوق النظافة وتحسين المدينة نبيل غانم على اجتمام الصندوق وتوفير كافة آليات النظافة التي يتم تقديمها كدعم للمساهمة في تنظيف شوارع المديرية تم النزول هذا اليوم إلى مديرية المنصورة لتفقد أحوال النظافة في هذه المديرية هذه المديرة طبعا من المديريات الكبيرة من توسعة الأطراف ومنتشرت الأطراف على مستوى يعني تبدأ من دورين ومانطق كثيرة والمديرة بحاجة إلى النزول دائما فنزولنا مستمر وكان هذا اليوم أيضا في مديرية المنصورة طبعا تفقد بمعية الأستاذ محمد نصر شادلي والأستاذ محمد أمل تفقدنا المواقع التي هي المؤشر الحقيقي للنظافة خاصة شارع جميلة وشارع السجن هذا هو المؤشر إذا في أي مشكلة تظهر بهذا الشارعين أيضا نحن في النظافة كان هناك تقرير من المكتب الصحة في مديرية المنصورة وهذا كان التقرير المتاز يعني أنه استعداد فقط لحمد ظنك أنه لحمد ظنك بدأت تنتشر إنما التقرير كان مطمن إنه ما يوجد تخوف إنما استعداد ضروري كان من لازم أن نستعد لأي أمراض مشهر حمد ظنك لأي أمراض أخرى قد تفتك في المواطن وبهذا نرى بأنه لا صحة لما يشاء حول إنشاء وباع حمد ظنك في عموم مديرية المنصورة المترامية الأطراف اطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش خلال لقائه بالمكلة عدد من ممثلي حكومة الشباب من محافظتي حضرموت ومأرب على التصورات الأولية لإقامة مؤتمر شبابي للسلام والتنمية المتوقع عن تحتضنه مدينة المكلة هذا العام واستمع بن حبريش من ممثلي حكومة الشباب على الأنشطة المنفذة والجهود المبذولة من قبلهم لخدمة قضايا الشباب والمجتمع مشيرين إلى أن دورهم كحكومة الظل يسهموا في تاحة المجال أمام الشباب اليمنين للمشاركة في التنمية المجتمعية وصناعة القرار وأكد وكيل حضرموت على أهمية دور الشباب بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم في تحقيق النهوض التنموي بوصفهم عماد المجتمع وأساس تقدمه وتطوره لافتان لأن المجتمع بحاجة لقدراتهم وطاقاتهم في كل ما يخدم الوطن وأعدادهم الجيد ليكونوا قادة المستقبل نقش وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي مع مدير مديرية خورمكسر ناصر الجعدني عددا من القضايا المتعلقة بالقضاء على العشوائيات بالمديرية وفي الاجتماع الذي حضره فريق العمل بالعوائق أكد الزامكي أن العشوائيات تقضي على كل المخططات المستقبلية من خلال استغلال المساحات وبشكل غير منظم لا يسمح بتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين في تلك المديريات وأكذا تشويها المنظر الحضاري بالمديريات وطالب الزامكي فريق العرائق بالمديرية بمتابعة وعمل مسوحات المناطق ورفع التقرير يشمل كل المناطق التي جرت فيها الاستحداثات لوقفها أحالت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري مضاريف 21 مشروعا ممولها من حصة حضرموت من مبيعات النفط إلى اللجنة الفنية لتحليلها واستعرضت اللجنة بحضور الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي العروض المقدمة للمشاريع من قبل حوالي 144 مقاول أو من ينوب عنهم وتتوزع المشاريع في مجالة التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والأشغال العامة والطرق والزراعة وجامعة سيئون وقصر السلطان الكثيري ومشاريع المياه الأهلية ووزع على عدد من مديريات الوادي والصحراء كرمت جمعية الفرقان الخيرية لتعليم القرآن الكريم بالسويري 235 حافظا وحافظة ومجازا ونموذجا للقرآن الكريم بالتعون مع الهيئة العالمية للكتاب والسنة بالمملكة العربية السعودية وجمعية أحمد الدبوس الخيرية بدولة الكويت وفرع جامعة القرآن للدراسات الإسلامية بوادي حضرموت ومجمع الصديقة القرآنية نموذج بتريم وفي الاحتفال الذي أقيم بمدينة سيئون عبر وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري عن صعادته بهذا التكريم مشيدا بالدور الفاعل للمؤسسات القرآنية في إخراج جيل قرآني متسلح بالعلم والمعرفة بدوره هنأ مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء عبدالله باجهام جميع الحفاظ والحافظات وأهالهم لنيلهم شرف حفظ كتاب الله تعالى مثمنا الدور الريادي والمتميز الجمعية الفرقان في تنفيذها للمشاريع القرآنية حيث تخلى للاحتفال تقديم نماذج من حفظ المحتفي بهم ووصلة إنشادية وأبريت عن مسيرة الفرقان الذي جسد مسيرة التعليم في المنطقة منذ قبل ستون عام نقشت اللجنة الفرعية للاختبارات بمحافظة حضر موت في اجتماعها الدوري برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضر موت جمال السالم عبدون أسماء المراكز الاختبارية لاختبارات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2018-2019 على مستوى مديرية المحافظة وفي الاجتماع كدى الوكيل عبدون أهمية تظافر الجهود فيما تبقى من وقت من العمل الدراسي الجاري لاستنهاج المقررات الدراسية والبدء في عملية المراجعة للمواد الدراسية وبعض مناقشات مستفيضة من قبل جميع عضاء اللجنة الفرعية للاختبارات تم إقرار المراكز وعدد القاعات وتكويناتها الإشرافية القيادية لهذه المراكز مؤكدة على ضرورة اختيار الكفاءات العالية لإدارة وتنفيذ المهام الاختبارية للشهادة الثانوية بما يضمن نجاح العملية الاختبارية في جميع مديرية المحافظة دشنا مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب برنامج المسابقة الثقافية والعلمية المنهجية لطلاب وطالبات المرحلتين الأساسية والثانوية للعام الدراسي الحالي مكتب التربية والتعليم هنا بمحافظة مأرب المسابقات العلمية الثقافية المنهجية لطلاب وطالبات المرحلتين الأساسية والثانوية لعام الدراسي 2018-2019 على مستوى 9 مديريات من مديريات المحافظة في حفظ تدشين برنامج المسابقات العلمية الثقافية المنهجية لطلاب المدارس أكد وكيل محافظة لشويد دارية عبدالله أحمد الباكري على أهمية بدور المسابقات الثقافية والعلمية لتحفيز الطلاب والطالبات وأهمية التحصيل العلمية وغياس الأثر لمستوى العملية التعليمية على مستوى المديريات هذه الفعالية العلمية الثقافية التنافسية هذه المسابقات تصقل مواهب الشباب والطلاب والطالبات وإن شاء الله تعالى نرى ونسمع منكم المتميزين في هذه المسابقات والذين سيتبون مقاعد عليا نمثلوا مدارسهم في مديرياتهم وهذا يدل دلالة واضحة على أن أبناءنا طلاب والطالبات ومجتمعنا المحلي يتعطش للعلم مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العباب عشارة إلى ضرورة إغامة المسابقات الثقافية والعلمية لما لها من أهمية في ترسيخ المبادة والمعلومات الثقافية للطلاب والطالبات وقال إن الشرعية الدستورية تعمل على تعزيز دور الطلاب والطالبات في مختلف المجالات بينما المليشيات الإنقلابية تعمل على زج الأطفال في جبهات القتال جزء من أبنائنا الطلاب والأسف الشديد قلوبنا تحتلق عليهم يتجهون نحو الجهل والتدمير فيتجهون إلى جبهات القتال عبر توعية وبرمجة معينة لأفكار سلالية منطقية يتجهون بهم كقطيع الأغنام إلى جبهات القتال وإلى ما شابه ذلك ونحن بإذن الله تعالى وبقيادة السلطة المحلية في هذه المحافظة نتجه بكم إلى دور العلم وإلى الرقيب بإذن الله تعالى تسهم المسألة الثقافية والعلمية لطلاب والطالبات بأهمية المنافسة بين الطلاب على الجد والاجتهاد في هذه المرحلة الحالية لقناة عدل الفضائية محمد جداسي محافظة مأرب ما زلنا في مأرب حيث تفقد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري سير العملية التعليمية في المعهد العالي للعلوم الصحية في المحافظة وخلال الزيارة أكد الوكيل الباكري أهمية دور المعهد الصحي في تاهيل الكثير من الكوادر الصحية في مختلف التخصصات الطبية لرفض القطاع الصحي بالمحافظة بتلك الكوادر بعد تدريبها بما يسهم في تعزز الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع وتحصين جهودتها وأشاد بجهود دارة المعهد في سبيل إنجاح العملية التعليمية رغم الكثير من الصعوبات والتخضيات التي تواجهها الإدارة نتيجة الإقبال الشديد عليه بما يفوق طاقته الاستيعابية فيما قدم عميد المعهد العالي للعلوم الصحية بمقرب الدكتور محمد مفتاح شرحا موجزا عن سير العملية التعليمية في المعهد ومعير القبول والتسجيل في جميع الأقسام الطبية وأهم الاحتياجات والصعوبات والتحديات وسبل مهالجتها تفقد مدير عام مديرية المعلى فهد مشبق شارع الشهيد مدرم بالعاصمة المواقع تعدن الذي يتمي عدد سفلتته وتصريف مياه الأمطار والمجالي بدعم من نظمة يو ان دي بي التابعة للأمم المتحدة والذي تنفذ مؤسسة فيصل للمقاولات وقد حث مشبق مقاول المشروع على سرعة إنجاز تنفيذ أعمال السفلة والالتزام بالمواصفات المتفقة على تنفيذها كما اطلع مشبق خلال زيارته تفقدية مشروع عدد تأهيل شبكة مياه الشرب وتقويتها في شوارع المديرية وخاصة في الشوارع الفرعية حيث سيبدأ تنفيذ المشروع من جوار مسجد الثوار مرورا بشارع الصعيدي والشوارع الفرعية له على نفقة المجلس المحلي بالمديرية رفقه خلال الزيارة المهندس محسن أحمد المجدلي مدير المنطقة الأولى للمياه والمهندس نبيل الصلوي مدير المنطقة الأولى المجاري والمهندس همدان غالب اختتم مشروع تحسين سبل العيش بمديرية الحوطة بمحافظة لحج دورات إدارة المشاريع لقطاع معيلات الأسر ضمن مشروع تحسين سبل العيش في بلادنا الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبتنفيذ الشريك المحلي اتلاف الخير للإغاثة الإنسانية حيث تلقت مئة متدربة مهارات إعداد دراسة الجدوى للمشاريع وإدارة تسويق المنتجات التي تصنعها المتدربات لتحقيق عائد مادي يساهم في تحسين الوضع المعيشي لأسر المعيلات كما تمثل الهدف التدريبي العام من الدورة وهو تقديم تعريف شمولي لمفهوم إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وطبيعتها في سوق الأعمال ومناقشة مفهوم الريادة وكيف يمكن لصاحب المشروع أن يكون رياديا في إدارة مشروعه أختمت بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات المسابقة الثقافية العلمية والمنهجية بمشاركة 19 مدرسة وثانوية ضمن برنامج الأنشطة المدرسية التي ينفذها قسم المناهج التعليمية في إدارة التربية والتعليم برعاية وزارة الشباب الرياضة وتحت شعار بالعلم نرتقي إلى التفاصيل اختتام فعاليات المسابقة الثقافية والعلمية التي شهدتها مدارس العاصمة المؤقتة عدن في قاعة الكويت بثانوية البيحان النموذجية بمديرية صيرة اختتمت المسابقة المنهجية لهذا العام ضمت المرحلتين الأساسية والثانوية وبمشاركة واسعة من 19 مدرسة وثانوية جاءوا من مختلف مديريات محافظة عدن وسط حضور حاشد اكتظت به قاعة المسابقة للطلاب المشاركين ومن خلفهم قيادات ومدراء أقسام التربية بعدن اليوم نحن في نشاط لا صفي في نشاط لا صفي لكن من صلب الحقرة الدراسية لأن المسابقة المنهجية تهتم بمواد التعليمية التي يتلقاها الطالب في داخل الحقرة الصفية وبالتالي نحن نؤكد اليوم أننا علاقة مشتركة علاقة لا تنقطع علاقة مستمرة ترتبط بالطالب في مقال النشاط الصفي واللا صفي تنافس محموم بين المدارس المشاركة في هذا الكرنفال الثقافي طلابي التي تتبنىها إدارة التربية والتعليم قسم المناهج التعليمية والذي استهدف مدارس المحافظة طوال العام ليختتم اليوم أعماله تحت عنوان بالعلم نرتقي هذه المسابقة التي تحمل في طيها أهدافا تربوية وتعليمية تحقق أهدافها هذا اليوم وذلك من خلال خلق روح التنافس الإيجابي بين الطلاب بصورة أفضل وفهم أعمق وأيضا رفع الجاهزية التعليمية عند الطلاب وخصوصا نحن على عقاب اختبارات النقل لمراحل التعليم الأساسي ومراحل التعليم الثانوي تفاعل طلاب وطالبات مدارس عدن في هذه التظاهر الثقافية كان حاضرا من خلال الحضور النوعي للمشاركين وكذا مستوى التنظيم الذي تخلى له فقرات متنوعة ترفيهية وإبداعية قدمها طلاب وطالبات من مدارس عدن نالت السحسان الحاضرين القوة العامة لهذا اليوم قوة حماس وتعزيز الثقاء بالنفس وهذا القوة هو الذي يحيئ لنا مستقبلا بالامتحانات الوزارية كيف سوف نعدها وكيف سوف نجيب الإقابة المنموذجية والتي تكون الأفضل التنظيم أكثر من رائع يعني الصراحة تنظيم وتنسيق مع جميع التنويات والحضور بالوقت والمسابقة لأقواء ترافيسية والصراحة هذه الأقواء التي تدفع الطالب لأنه يندفع أكثر في دراسته الأقواء هنا رائعة بتقديم أغاني وأشعار وأيضا بلقنة تحكيم رائعة ومدراء المدارس ووكلاء الأنشطة المدرسية يوم جميل إن شاء الله يختتم بفوز المدارس جميع يعني أتمنى التوفيق للمدارس جميعها ختام مميز شهدته أجواء المنافسة كانت مديرية التواهي وتحديد المدارس القلوعة في صدارة هذا الموسم بحصاد المركز الأول لكل من مدرسة آزال للتعليم الأساسي وثانوية الفقيد عبد الله محيرز وأما على مستوى المدارس النموذجية فكانت البنصورة المركز الأول من خلال ثانوية عدن النموذجية للبنات لقناة عدن الفضائية والضاح الشريري عدن تهننا للفائزين والتوفيق للطلاب والطالبات بلادنا الحبيبة بهذا الخبر نكون انتهينا من نشرة رئيسية عود التذكير بأبلز ما جاء بها من عنوين رئيس الجمهورية يهني نظيره الإيرلندي باليوم الوطني لبلاده الجيش الوطني يحرر مناطق جديدة غرب باقم بصعدة ومصر عدد من القيادات الحوثية طيران التحالف يستهدف مواقع تعزيزات ميليشيات الحوثي في عدة محافظات مشاني الكلام شاكر لكم كرم وطيب المتابعة دمتم دم الوطن بالفخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة